لن نسمح للغزو التركي باحتلال بلادنا لن نسمح للمتغطرس الإنكشري بإذلال شعبنا لن ندخر جهدنا ودمائنا للدفاع عن بلادنا لن نسمح للمجرمين بفرض الأتوات والضرائب على قوت شعبنا لن نسمح لحكومة العمالة أن تبيع بلادنا لغزة الأمس لن ندفع الميري قالها المتظاهرون في ساحة الكيش اليوم الأحد الذين أتوا من كل حد وصوب فلم يقتصر حضورهم من مدينة بنغاز فقط بل جاءوا من كل المدن الليبية رفضين ومنددين بالتدخل والغزو التركي السافر في ليبيا ليبيا الحبيبة في كافة ربوع وطننا العزيز الغالي من ساحة الأبطال ساحة الجهاد والنضال من ساحة الشهداء ساحة الكيش بمدينة بنغاز الخالدة الأبية العصية مشهد حيث الجماهير الغفيرة أعلنت الجهاد ضد الغزو التركي الذي لو لا عمالة ونذالة حكومة السخيرات ما كان لهم موطئ قدم في بلادنا ولكن بطاعة عملاء السخيرات والميليشيات المسلحة بسطت ومهدت الطريق أمام غزة الأمس ولكن بنفس الطرق وتقريبا بنفس الوجوه فالاختلاف إلا في العامل الزمني فقط حمل المتظاهرين لافتات ولوحات تؤيد المؤسسات الشرعية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب والجيش الوطني مفوضين الجيش بالرد على غزاة الغشمين وطردهم ودحرهم من الأراضي الليبية مشهد يؤكد ويجزم على إرادة الليبيين بأنهم أحرار ولن يرجعوا إلى أقبية وسلاسل العدوان التركي بل سوف لن يكون لهم أي مكان بيننا هم وأذنابهم من خونة حكومة السخيرات علي الفايدي ليبيا الحدث اشتركوا في القناة